ده كان تعريجنا على أماط أساءت كثيرا وتمادت في الخطأ لأنها أمنت العقاب لكن يبقى هناك الكلام الكثير المهم ب بعضمة لسانه وعلامة تعجب أطول من برج القاهرة دي حقيقة اللي حصل مبارح يستحق بصوا برج القاهرة طول قد إيه حطوا جنب منه هو الأستاذ عمرة أديب حط جنب منه علامة تعجب إحنا بدورنا هنا بنحط جنب منه علامة استفهام أكبر من البرج بجد اللي حصل مبارح يستحق يكون بين البرج وعلامة التعجب بتاعة عمرة أديب علامة استفهام كبيرة علامة استفهام وجرس إنذار وكلام كتير مهم جدا لأنه فجأة كالنار في الهشيم انتشر بين المواقع خبر عاجل المحكمة الاقتصادية تقرر أو تقضي ببراءة مرتضى منصور من سب وقذف الكابتن محمود الخطيب والنص زي ما تشفتوه انتشر بين المواقع بالنص الحرفي لدرجة أنه حتى في بعض أخطاء الصياغة تكررت في كل المواقع كله خده زي ما هو لجان بالضبط كله خده زي ما هو الحقيقة كانت المسألة غريبة لأنه كان بادئ الخبر بأنه قضت محكمة قضت المحكمة الاقتصادية في جلساتها اليوم الأحد وهنا لما تقول اليوم الأحد في العرف الصحفي انت حددت انه ده حصل النهاردة ده بتاع النهاردة طيب لما تبقى للمحكمة انعقدت ولا كان في جلسة ولا القضية متحددة لها النهاردة ولا الموضوع موجود يبقى اللي حصل ده ايه بجد بقى اللي حصل ده ايه ممكن نسألك كلمة ما هي ما هو معنى كلمة تدليس ايه المعنى الحرف الكلمة التدليس انت بتفكر ليه قولي اللي حصل ده ماذا هو ده التدليس ده التدليس والتلبيس والتهييس ده التدليس والتفليس وكل حاجة من ابليس بتخترع ما هو غير موجود وطول عكس الحقيقة القضية مش متحدد لها هذا الموعد والنطق فيها اه فيش قضية ايه لكن طبعا فيه غرض من تسريب هذا المعنى والاسف الشديد اعلاميين وقعوا فيه ومنهم اعلامي شهير انا مش هذكر لما اتأكد يعني انا طلع واعتبرها يعني صدق وصارع بالنقل يعني الحقيقة هو هو ان تذكر ما لا يحدث هو تدليس وان يمتد الامر الى ساحات المحاكم فده نوع من التبليس بقى احنا كده بنمارس عمل شيطاني شيطاني بكل المعنى طيب اللي اخوة في المواقع ولا استثني منهم احدا لانه كله مش وقر بعضه وكله خاد من بعضه واحنا بنتكلم على مواقع يا جماعة بتمثل الواجهة الاعلامية للصحافة الالكترونية في مصر لما اتكلم على اليوم السابع واتكلم على الشروع واتكلم على صادر البلد واتكلم على بوابط الاهرام واتكلم على حاجات كبيرة اوي لا بعد اذنكم ده اللي بيحصل غير طبيعي بالمرة غير طبيعي بالمرة لإيه؟ لانه هنا في تجرؤ على ساحات المحاكم في نشر الحاجة ما حصلتش حد هيقول لي كان فيه حكم مبدئيا هذا الرقم بهذه الدعوة كان صدر فيه حكم بالبراءة في 26-12 26-12 والتاني يوم النيابة العامة استخدمت حقها القانوني في الطعن على هذا الحكم فراح محكمة مستقنى في المحكمة الاقتصادية عشان يبدأ من جديد فمبدئيا حتى الحكم البراءة اللي يمكن الاستناد على حاجة قديمة صدرت في 26-12 ده تم إيقافه بموجب طعن النيابة العامة أو استقنافها فبالتالي الجلسة بتاعة المبارح دي مش موجودة مش موجودة إلا في خيال اللي كتب هذا النص ومرره للاعلام الإعلام أو للمواقع عن عمد وأخدته إيه سبب إيه هدفه دي علامة التعجب بتاعة عمر أديد وجنبها يمين البرج علامة استفهام مننا لأن الأمر مش صحة أبدا ويحمل علامة استفهام كبيرة قوي إنما الأخطر أنا ممكن ألاقي بحكم حتى خبرات الصحفية المحدودة ممكن أفهم إنه المواقع استسهلت سلام على توضعك لا والله ممكن خبرتي صحفية المحدودة لا يعني اللي هي 35 سنة بس ماشي بس اللي هي يعني يا جماعة هل المواقع ممكن تستسهل وكل ياخد بس لحنا تعلمنا وتعودنا إن التلفزيون الوطني لا ينطق عن الفوضى نشرة الأخبار نص تقريبا فيه قدر من الرصانة والمسئولية ترقى إلى مش عايز أقول القداسة بس الانضباط الشديد الخبر في النشرة يعني لا يأتيه الباطل ده خبر في نشرة مصر في نشرة الأخبار انتمو تخيلين يا جماعة إنه مش فوضى المواقع الإلكترونية التلفزيون المصري اللي علم العالم إزاي تتكلم اللي علم العالم العربي إزاي تقعد وتقرأ نشرة اللي بيحمل كل معاني الريادة والقيادة والقيمة لما التلفزيون المصري القناة الأولى في نشرة الساعة ستة تقول اللي انتم هتسمعوه ده في الوقت اللي ما كانش فيه جلسة أصلا يبقى عليها السلام بقى نشوف قادت محكمة القهرة الاقتصادية ببراءة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من تهمة سب وكث رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وذلت في الدعوة المقامة من رئيس الأهلي ضد رئيس الزمالك متهما إياه بالسب والقف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا فدفو هو حضرتك ايه رصان على رأيك دي ايه شاقدت محكمة الله طيب درسيزم بقى ايه لا هي ملازم هي بتقرأ الخبر اللي جالها طيب مين الاعداد اللي زقلها الخبر ده هي ما تعرفش هي ممكن تكون مش عارف الموضوع ايه يعني قارر بس هو أصلاً أصلاً لو حدث هو ده خبر في نشرة ستة الرسانة أبو الضبط الجدية الكاملة لا أولاً لا ده مسألة تقديرية انهما يشعروا انه ده خبر مهم ولا لا ده حاجة تانية لكن هو لازم يبقى فيه تحقيق داخل أروقت تلفزيون مصري لأن ده إساءة بالغة وعلامة استفهام زي ما قال سيد عمر أديب بطول برج القهرة اتهموا مسبيره وقنواته بالتراهل ولو سألت حد هيقول لك قصه مسبيره ومشاكله وحيقلله من قيمة القناة الأولى والقناة التانية وقنواتنا الوطنية اللي نتمنى لها أنها ترجع تقود لأنه منظومة العمل الإعلامي في مصر بدأها مسبيره ويجب أن يكملها مسبيره بكل قدراته وخبراته لكن لما ألاقي المسألة يا جماعة مش قصر على القناة الأولى ده قناة كبيرة قناة حديثة قناة جادة وقوية زي إكسترا نيوز تقول نفس النص حاجة غريبة نشوفه قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي زمالك من تهمة سبي وقفف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جاء ذلك في الدعوة المقامة من رئيس النادي الأهلي ضد رئيس نادي زمالك متهما إياه فيها بسبب القطف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذن الأمر مش مجرد خطأ ده تدليس ما هو أنا بقولك إن كنت تكتب خبر وتوزعه بالطريقة ديه وعارب تديه المين عشان مين يتورط ويزيعه مسألة مخطط لها يعني طيب لما الأمر انتشر فشر وبقى الكذب على المشاع احتاج الأمر إنه النادي الأهلي طلع بيان عشان يقول إيه ده فأصدر النادي الأهلي بيانا على لسان المستشار القانوني للنادي الأستاذ محمد وثمان قال قال محمد وثمان المستشار القانوني للنادي إنه لم تصدر اليوم اللي هو مبارح الحد أية أحكام قضائية بأي من القضايا المرفوعة من الكابتب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد الخارجين عن القانون الذين تجاوزوا في حق رئيس النادي الأهلي وأسرته بالسبب والقذف بل ولم تكن هناك أي جلسات لمحاكمة المتهمين في القضايا المشار إليها أما بشأن وفقا لبيان الأستاذ محمد عثمان أما بشأن ما تنولته بعض المواقع الإخبارية بشأن القضاء ببراءة المتهم في الجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية نود التأكيد الذي لا يقبل الشك بأن تلك الجنحة محجوزة للحكم لجلسة 27-4-20-22 أمام الدائرة الثانية جنح اقتصادية وأنه ناشد وسائل الإعلام التي نحترمها والتي أشارت إلى غير ذلك مراعاة الدقة والتصحيح إلا حصل بقى؟ استغل كان اللي زق الخبر ودلس على الناس استغل كلمة 27 بس ما قالش إنه 27 نربعة ففاتت على البعض أن يدقق في الأمر وجالوا من خبر أن الجلسة بتاعتهم 27 يتحكم فيه هذا كلام لا بد أن يسفر عن تحقيق لأن فريق الإعداد مش بمنأة عن زج الخبر هنا أو هنا ده هنا أنت عندك إيه؟ ده اليوم السابع صدى البلد الوطن المصر اليوم بوابة الأعراف البين الإماراتية البيان اليوم العين شوف بص يا جماعة استعرضوا كده الصور استعرضوا الصور لمواقع كتيرة نشرت اليوم السابع الخبر بنفس اللغة عارف المصيبة فين؟ بجد بقى روسيا اليوم وبعض القنوات أو بعض وكالات الأنباء الخارجية خدت الخبر عن التلفزيون المصري فيه أصدق إيه؟ يعني أنا كصاحب لو موجود بر مصر وجيني خبر من وكالة أنباء ذكر التلفزيون المصري خلاص ده يعني ده مصدر رسمي يعتد بيه ويسند عنه وينقل منه ذكر التلفزيون المصري قولوني بقى اللي قالوا في التلفزيون المصري ده اتدحك عليهم إزاي؟ قالوا كده إزاي؟ تجرأوا على المحكمة إزاي؟ ذكر ونسبوا حاجة لمحكمة جليلة كبيرة في دعوة لم تناقش في هذا اليوم لم تعرض ما لهاش جلسة الحقيقة زميلنا محمد شابانا وهو أراخر سكرتين نقابة الصحفيين في برنامجه كان مندهش نشوف النهارده النهارده تلع كلام إنه رئيس نادي الزمالك أخد حكم بالبراءة حواريكو دلوقتي أخبار نازلة أخد حكم بالبراءة خاص بيه عاجل براءة مرتضى منصور من تهمة سبب الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي ده في جريدة الشروء وإن المحكمة الاقتصادية كان في قضية والنهارده صدر فيها الحكم ببراءة رئيس نادي الزمالك رد النادي الأهلي في بيان رسمي من خلال المستشار القانوني حاوليكم دلوقتي البيان المستشار القانوني للنادي الأهلي قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي إنه لم تصدر اليوم هتحس إن أنت قاعد مش فيهم حاجة يعني منين صدر حكم بالبراءة وكله بيكتب ومنين الأهلي يصدر بيان يقولك مش موجود حمد عثمان بيقول إيه بيقولك إنه لم تصدر اليوم أية أحكام قضائية بأي من القضايا المرفوعة من الكابتن محمود الخطيب ورئيس النادي الآلي ضد الخارجين عن القانون الذين تجاوزوا في حق رئيس النادي وأسرتي بسبب وقف بل ولم تكن هناك أية جلسات لمحاكمة المتهمين في القضايا المشار إليها أما بشأن ما تم تداوله في الإعلام وكلام ده يعني وأن قضاء ببراءة المتهم في الجنح رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية نود التأكيد الذي يعني مفروض شك يعني بنا تلك الجنحة محجوزة للحكم لجلسة 27 4-2027 أمام الدائرة كذا ما عرفش إيه وأنه ناشد وسائل الإعلام التي نحترمها ومراعاة الدقة والتصحيح ده كلام أو ده بيان النادي الأهلي وده كلام المستوصد القانوني بتاع النادي الأهلي حتقول لي إيه الموضوع حقولك معرفش يعني ده هنا بيقول حاجة وهنا بيقول حاجة هنا يعني قصة فيها سراع كبير في القصة دي بين رئيسين أكبر ناديين في مصر بيعجبني طريق الطرح الأستاذ محمد شبان القضاء لكن دي بالذات ما فيه شوجة النظر أصلا مش وجات نظر دي جلسات لها بطواريخ فده بيقول حاجة ده بيقول حاجة لأ ده بيقول حاجة غلط وده بيصحح هذا الزع وبقول مفيش جلسة اللي ممكن يتعمل بقى إن الناس روح تستفسر فيه جلسة ولو مفيش جلسة النهاردة تمت ما يخدهاش نقلا عن عن العنعانة دي يروح يسأل المصدر كان فيه جلسة النهاردة بهذا الشأن صدر حكم ولا لا ده موضوع بسيط جدا يعني التياقل منه والكذاب يطلع يبان مين الكذاب يعني ما ينفعش إنه يتقال ده بيقوله ده بيقول أبدا ولا صراع ولا حاجة ده هو محدش يقول فيه جلسة ولا مفيش جلسة بالضبط فيه جلسة يبقى التعليق في محله بتاع ما قاله سيد محمد عثمان سيد محمد عثمان اللي هو المحامي المتصدي لهذه القضايا يعني هو عارف موعد الجلسات ولو كان فيه حكم محكمة وش كانت ظهر بالضبط بالضبط كان ظهر حكم اي لكن لكن يعني يعني أنت تكون عايزة دي فاهمون إن فيه رخبطة لا مفيش رخبطة فيه تدليس فيه تدليس وفيه رأي مهم بعد الفاصل لعمرة أديث شكرا